اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالدلو ورح يستمر فيه لغاية ساعات المساء وبعدين رح ينتقل للحوت فاليوم رح يكون معظم الكلام عن تواجده بالدلو ويعني لغاية بكرة ان شاء الله حلقة الغد بتكون كلامنا عن انتقاله للحوت لانه اغلب اليوم وحتى لبعد حلقة يوم الغد رح يظل موجود بالدلو طبعا القمر موجود في منزلة سعد السعود وهي جيدة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثلاثة وخمستعشر دقيقة صباحا لينتقل بعدها الى منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد وطبعا القمر بما انه موجود بالدلو بنشعر ان احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي موسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد طبعا اليوم كله في خلو مسار كامل حضرنا منه بحلقة الامس لانه خلو المسار هذا بدأ من الساعة او ببدأ من ليلة الليلة هاي اللي انا ببث فيها الحلقة الليلة اربعة وعشرين اللي هي ببدأ الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء ورح يستمر لغاية مساء يوم خمس وعشرين للساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة مساء وهذا يعني ان الفترة المذكورة اي يعني الفترة هاي كلها او اليوم كلها لا يصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل او عقدنا النية عليه من قبل او اتفقنا عليه من قبل هو هذا الوحيد اللي احنا منكمله اما بالنسبة للزوايا الفلكية ما فيه غير زاوية وحدة اللي هي زاوية اقتران اه هاي زاوية سعيدة بين الشمس وعطارد راح تكون فيه تمام ساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة مساء عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا اه فهم موضوع علمي صعب اه اه او بتعذر فهمه وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تانقلات او سفريات ضرورية بالفترة هاي طبعا زي ما حكينا ان القمر برضو راح ينتقل للحوت الساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة مساء معناة خلو المسار القادم اللي راح يكون والقمر موجود بالحوت راح يكون يوم ثمانية وعشرين عشرة راح يبدأ فيه تمام ساعة اتناعش وستة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام ساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل بعديها لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب ساعة ايام فيه تمام الساعة احداش وخمس وعشرين دقيقة ظهرا بيصبح تقريبا عشر ايام نسبة الاضاءة بتكون سبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس موجود في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش مزاجها سعيد خمس وعشرين في المية القمر في الدلو ورح ينتقل للحوت في اخر ساعات النهار ورح يستمر فيه لغاية يوم ثمانية وعشرين عشرة نسبة الاضاءة تقريبا او نسبة السعادة تاعته بتوصل لغاية اربعين في المية عطارد في العقرب حتى يعني بده يبدأ هو بتراجع ولكنه وضاي اليوم وبعدين برجع للميزان ورح يستمر في عملية التراجع لغاية يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة خمسين في المية الزهراء في العذراء حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة مزاجها سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة احداش مزاجه منتحس بنسبة خمسة وثلاثين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش مزاجه منتحس بنسبة عشرة في المية طبعا بسبب الزوايا اللي بتتشكل اللي هي زوايا تربيع زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% اورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بنسبة قليلة جدا نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 المزاج منتزج يعني متقلب ما بين سعيد ومنتحس بسبب الزوايا وبسبب انه بتراجع اما بالنسبة لبلوتو فهو بالجدي ورح يومكث حتى السنة القادمة مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف مع الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهمش انك ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج واتلاق الناس وحاول انك تنجز كل اعمالك خلال هذا النهار الضرورية لانه انتقال القمر لما ينتقل الحوت يعني بيت متاعبك في الفترة القادمة شوي بتكون ضغطة عليك فعشان هيك حاول تستغل هذا النهار لانجاز كل الاعمال الضرورية والمهمة اما بالنسبة طبعا للوضع او المستوى الفكري احنا بدنا نسميه عطارد منتحس فعشان هيك بتزيد عصبيتك وفي الفترة هاي يعني بصيبك نوع من انواع القلق ممكن تسمع خبر سيء اهم اشي انك تنتبه اثناء التنقلات واثناء الحركة من بعض الاصابات او من الحوادث يعني اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ مش لكل موليد برج الحمل ولكن الاهم انك انت تكون حذر وتسيطر على عصبيتك قدر الامكان اما بالنسبة للمستوى العاطفي الزهرة جيدة بتعمل نوع من انواع الانزجام على مستوى الوسط المهني وبتعطيك نوع من انواع الصحة الجيدة وسهل التشافي او التعافي من بعض الاصابات او من بعض الاوجاع او من بعض التقلبات الصحية فالاوضاع جيدة حتى صحيا ونفسيا وعاطفيا بالنسبة لك اما بالنسبة لك الشيء اللي بيتعلق بالوضع العملي او بالعمل طبعا الشمس بما انه شوي وضعها مش قوي جدا بمكانها لانه بتسبب بعض الزوايا اهم اشي انك ما تهمل الامراض اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ صحيح انه احنا قلنا انها بتعمل نوع من انواع التشافي وهي جيدة بالنسبة لا اليك بس هي الى بعض الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنة يعني الامراض اللي بيحاجة للرقابة ما تهملهاش نهي نهائيا بالفترة هاي برضو على مستوى التبذير بدك تدير بالك ما في داعي للمصاريف او الاسراف بالفترة هاي لانه برضو المريخ ما تنسى انه شوي بضغطك وبخليك تتفشش باشياء او تحاول انك تبذر شوي بالفلوس او بيجيك افكار هيك بتحب انك انت تشتري اشياء ممكن ما تكون بحاجتك الفترة هاي برضو شوي من المريخ بخلي شوي الوضع عندك المزاج سيء نافذ الصبر وهذا بسبب لك نوع من انواع النزاعات مع محيطك ممكن اضطرابات هيك نتيجة يعني انك انت بتبالغ في الامور فعشان هيك بدك تكون حذر ما تسمح للتقلبات النفسية او حتى على مستوى العمل انها تأثر من نوع من انواع المشاحنات او الخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل اهمش انك تقدم افضل ما لديك لانه ممكن تحقق انجاز رائع بالفترة هاي او تحرز نوع من انواع التقدم او اشي يكون مفاجئ بالنسبة للك ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسؤولية صحيح انه في نوع من انواع الصعوبة بالفترة هاي ولكن اجمالا الاجواء بتساعدك على انك تتجاوزها اهم شي انك تضبط اعصابك لا القمر بساندك في النقطة هاي بما انه مزاجه سعيد فعشان هيك يبعطيه ايجابية وبيخفف من الحدية عندك ممكن بس تظهر بعض الخلافات في مكان العمل او مع زملائك او رؤسائك بالعمل او يعني نوع من انواع الشكوي او هيك الانزعاج من بعض القرارات اما بالنسبة للمستوى الفكري عندك عطارد شوي بيضغطك على المستوى الفكري بسبب نحسده وتراجعه فعشان هيك منقول لك حاول انك تناقش بنوع من انواع المرونة ما تعصب ما تحتد ممكن لانه يتحول النزاع شوي هيك مع الزوجة او مع شركاءك بالعمل او بالمال شوي هيك يصير فيه نوع من انواع الحدية فعشان هيك حاول لانك تضبط نفسك عند اي خلاف على المستوى العاطفي طبعا الزهراء سعيدة تعطي روابط جيدة خصوصا للمودة والعلاقات تعطي نوع من انواع النجاح حتى على المستوى الادبي والمستوى الفكري على مستوى المعاملات المالية بتساندك الامور بشكل قوي جدا اما على المستوى العملي الشمس برضو بتعزز بعض النقاط بقوتها تعطيك نوع من انواع التوافق الجيد ما بينك وبين الشركاء ممكن يصير فيه قلق على شريك او على الزوج بسبب بعض الاشياء اللي ممكن يصير يعني قلق صحي او قلق على وضعه او يعني على حدث معين ممكن يصير مع المريخ شوي لانها منتحسة بتخليك شوي تكون حاد طباع او لاذع بالكلام وبالانتقاد بدك تضبط اعصابك قدر الامكان وحاول انك انت تمسك حالك من شوي من بعض العصبية واحذر من بعض المكائد او الدسائس اللي ممكن تكون ضدك بالفترة هاي برج الجوزاء بتنشطوا اليوم في امور الها علاقة بالسفر او اتصال بعيد او ممكن انك تشارك في حملة او ورشة عمل ممكن تشتد رغبتكم فتقرر من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة اجواء لطيفة بتحيطك وبتحيط بحياتك وهذا شيء جميل بعزز العلاقة الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الاصعدي وخصوصا انه القمر بتدعمك بشكل بير اما المستوى الفكري شوي عطارد لانه منتحس هيك بيعملك نوع من انواع التعقيد بالعلاقات وخصوصا مع رفقاء العمل او يعني نوع مع زملائك او رؤسائك بالعمل بدك تحذر من الاغلاط او الاخطاء الناجمة عن عدم الانتباه او عدم التركيز يعني بتطلب منك الحيطة والحذر المستوى الفكري طبعا الزهرة بدعمك بشكل ممتع جدا وبرضو ممكن تحصل على ارباح مهمة اذا كنت بتمتلك املاك عقارية او اشياء لها علاقة بالعقارات بالمحلات بالاشياء اللي من هذا النوع اما على المستوى العملي الشمس بتدعمك بشكل جيد بتعطيك دفعة للامور الصحية والطاقة الصحية او النفسية بالفترة هاي مشحون بطاقة قوية وصحتك جيدة ولكن مستوى المزاج لانه شوي المريخ بضر بصداقاتك وممكن يخيب امالك من تحقيق مشروع ما او من نوع هيك انزعاج من صديق او من تصرفات صديق او من خيبة امل يعني وعد معين وما بنفافيفة عشان هيك ممكن يسبب لك نوع من انواع الاحباط او ردات الفعل السلبية برج السرطان بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى بتكو تحذروا من اي شراكة مالية جديدة ما بناسبك بالفترة هاي اطالة الخلافات والزعل حاول انك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش مواضيع الها علاقة اما بارث او بامور مالية الاهم انه ممكن برضو يتسلل لبعضكم مخاوف او وهمية او شغلات هيك وهمية او يعني قلق اكتئاب شغلات زي هيك يعني ممكن تتسلل لبعض منكم بتكونوا حذرين منها اما بالنسبة الى المستوى الفكري طبعا عطارد بما انه منتحس بتكون بالفترة هاي متردد ما عندك قدرة على اتخاذ قرار حاسم فعشان يكتردد بضر في وضعك فعشان يكتحاول انك انتي تطلع من هذا الجو بانك تشحن حالك بطاقة ايجابية تدرس اوضاعك وتتجار شوي ولكن مش جراءة تكون تهور ممكن تسمع خبر يقلقك الو علاقة باحد افراد العائلة او بقريب او عزيز عليك اما بالنسبة للمستوى العاطفي فطبعا الزهرة جيدة وبتدعمك بقوة بتكون مرح وعندك قدرة على الاقناع والعلاقات بتكون جيدة خصوصا بالاخوة والاقارب والجيران فترى مناسبة حتى للتنقلات والاتصالات والاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد فعشان يك الاجواء برضو بتدعمك بقوة اما بالنسبة للمستوى العملي الشمس يعني بتعطيك قدرة على انك تنفذ بعض الاشياء وتعطيك نوع من انواع النجاح حتى على المستوى المالي يعني بتساعدك بقوة وتعطيك حضوط جيدة وحتى ممكن انه الحظ يدعمك في بعض الامور ولكن المشكلة في المريخ اللي هو منتحس اللي بيزيد عدوانيتك واندفاعك لتحقيق اهدافك الشخصية فعشان يقدر تضبط اندفاعاتك وتهورك وكلامك اللاذع وحاول قدر الامكان انك ما تتدخل بشؤون غيرك برج الاسد طبعا القمر بما انه ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف اخر اهم مش انه بالفترة هاي ما بينفعك او ما بينفعك الانفعال وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب برد ما تتسرع باتخاذ القرارات طبعا بالنسبة للمستوى الفكري عندك عطارد هو اللي بيسوي لك نوع من انواع التوتر وخصوصا بالمحيط العائلي وممكن يسبب لك سوء تفاهم او ممكن تشعر بنوع من انواع الارهاق او الضغط النفسي بقلق من مسألة معينة هي اللي ممكن انها توترك بالفترة هاي حاول تشعن حالك بطاقة ايجابية بتلاقي الامور ان شاء الله انها بتمشي بشكل صحيح اما على المستوى العاطفي فالزهرة سعيدة جدا وهذا بعطيك نجاح بيجي على المستوى المالي وممكن تحصل على بعض الارباح او دعم بيجيك بشكل خفي على مسألة معينة ممكن انها شوي يعني تنعش وضعك اما بالنسب المستوى العملي طبعا هنا بدك تنتبه الشمس بتعطيك ايجابية يعني بتدعمك على المستوى العائلي والجو العائلي والعلاقات العائلية وممكن انك تنجح ببعض الامور اللي لها علاقة بالعقارات او بالبيت او النشاطات اللي ممكن تيجي بدعم احد افراد العائل لا لك ولكن المريخ هنا شوي بعطل بعض النقاط اللي لها علاقة بالاسفار او الاسفار بيصير فيها نوع من انواع المشاكل يعني ما بتمشي بشكل صحيح زي مثلا الغاء سفر او تأجيل او نسيان بعض الوراق او بعض الاشياء اللي ممكن انت بتستخدمها في امور السفر وبرضو بيعملك نوع من انواع النزاعات مع الغرباء فعشان هيك يحاول قدر الامكان ضبط العصاب وحاول قدر الامكان ما تدخل بأي خلافات بالفترة برج العذراء بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحدكم ما تسمح للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كون اكثر تنظيما واحسن ادارة واجباتك اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن اما بالنسبة للمستوى الفكري فعطارد شويهك بخليك متردد في اتخاذ بعض القرارات او متسرع في بعض الاوقات حاول انك ما تفشي اسرارك وما تأمن اسرارك على حد يعني ممكن انه يستغلها ضدك ممكن تسمع خبر سيء خلال هذا النهار اما بالنسبة للمستوى العاطفي فالزهرة بتدعمك بشكل قوي وبتزيد من قيمتك الاجتماعية ولطفك وبارضو بتعم بيطيك نوع من انواع الحيوية يعني بتصير رقيق وبتضمن لك نوع من انواع النجاح العاطفي اما بعلاقة جديدة او بتطور علاقة ممكن تصل لارتباط اما على المستوى العملي فالشمس يعني شوي بتعطيك نوع من انواع القدرة على تغيير توجهاتك واهدافك الحالية ممكن تختار بشكل اوضح او صحيح انه في اكثر من هدف بكون عندك ولكن ممكن اليوم تقدر انك تحدد الهدف المناسب اللي انت بدك ولكن بدك تحذر من المريخ لانه منتحس بسبب التراجع حاول انك ما تقوم بمجازفات لا جسدية ولا عملية ممكن تفقد شيء الو علاقة بالعمل او خلاف في مكان العمل هاي الفترة شوي حساسة على هذا المستوى فعشان بدك تضبط اعصابك في مكان عملك او بطريق تعاملك مع برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة ايجابية بتستعيد اشراقتك وممكن تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الاجواء مناسبة لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بالظروف في هاي الفترة ملائمة للمغازلة والمصالحة والتكرار المحاولات اما بالنسبة للمستوى الفكري فشوي عطارد لانه بتراجع بسبب لك نوع من انواع هيك حرج او يا بيجيك على مستوى علاقات او على مستوى العمل بتعمل نوع من انواع الاشياء يعني اللي بكون رأيك فيها مش صائب مية في المية فحاول انك تراجع حالك اكثر من مرة واتجنب التوقيع على وثائق مهمة قبل بالدقة والتفاصيل اما على المستوى العاطفي فالزهرة جيدة جدا وهاي ممكن تعطيك نوع من انواع الاستمتاع بالهدوء والسلام وممكن انه حتى لو بدك تخلو في نفسك الفترة هاي ممتازة جدا وممكن برضو يعني يكون فيه علاقة سرية يعني معنى اخر حب هيك خفي او علاقة جديدة او شغلات زي هيك حاول قدر الامكان انه اختيارتك تكون صحيحة بس اما بالنسبة للمستوى العملي فطبعا هنا الشمس بتعطيك دفعة جيدة جدا للتحصيل على مكاسب مالية او استرداد بعض الاموال او من عمل اضافي او مستحقات لا اليك وممكن برضو انك تقدر ترتب الوضع المالي تاعك بشكل جيد ولكن المريخ المنتحس بسبب لك نوع من انواع النزاعات او الخلافات او سوء التفاهم اما في المنزل او مع شركائك فعشان هيك شركاء المال او العاطفي وخصوصا الازواج فبدك تكون حذر من هاي النقطة ودير بالك من اي خلاف او سوء تفاهم لانه المريخ يعني ما رح يعطيك شانس يعني اي خلاف ممكن يتفاقم بشكل كبير برج العقرب بتحتل الامور البيتية والعائلية القصة الاكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من افراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها ولكن ابتعد عن المشتريات وخصوصا الاثاث او مشتريات منزلية يعني شوي بتكون لا نخلوه مسار بحاجة للتدقيق فيها اكثر اهم مش انك ما تفقد الاتزان والثقة او ثقتك بالاحبة او ثقة الاحبة فيك ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل نوع من انواع المصاريف الاضافية اما على المستوى الفكري فالفترة هاي شوي هيك يعني لانه عطارد بتراجع ومنتحس وموجود عندك في البيت الاول وبدي يرجع لعندك يعني هو على حد الفاصل بتكون سريع الانفعال وهذا الاشي ممكن يعرضك للارهاق العصبي او توتر او الاكتئاب حاول انك تتخذ القرارات الغير المناسبة او يعني يعني القرارات ممكن تكون غير مناسبة بالفترة هاي اه ممكن تسمع او يعني تعيش بتناقض بالاخبار يعني فيه تناقض لاخبار بتكون مضللة او مش واضحة او مش صحيحة ممكن تخليك هيك تدخل في بعض الحيرة انتبه وما تنفع مع اي خبر بجي اما بالنسبة للزهرة فطبعا بما انها سعيدة فهاي بتعطيك يعني نجاح على مستوى المشاريع وممكن تحقق مساعدة ببعض الاصدقاء يدعموك فيها او اشخاص دون فوذ يعني يكونوا هك منصب كبير هم اللي يكونوا دعمين لالك وبرضو ممكن تحقق لك مكسب او شهرة بالفترة هاي بس بدك تحذر على المستوى العملي من الشمس الشمس صحيح سعيدة بتعمل هيك يعني تعطيك نوع من انواع الحيوية ولكن شوي التردد بيكون واضح عندك الطموح ممكن اليوم يكون اكبر شوي ولكن حاول انك تركز اللي ما يكون اشتهور وبدك تحذر من المريخ اللي هو كوكبك اللي موجود بالحمل وهو اساسا بتراجع وسلبي جدا في المكان فهذا يعني بدك تدير بالك من التهابات يعني اشياء ممكن تيجي بشكل مفاجئ لها علاقة بالجروح او الكدمات برضو بدك تحذر في مكان العمل والاصابات بمكان عملك حسب اختصاصك يعني بمعنى اخر بدك تكون حذر وتراقب صحتك بشكل جيد لانه هاي شوي بتأثر لك بعض الاشياء اللي ممكن تكون مش لصالحك كمان على المستوى العملي انتبه انه انت تدخل باي خلافات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل برج برج القوس برج القوس بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح الافكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل حيوي جدا جدا اما بالنسبة للمستوى الفكري فعطارد لانه بتراجع يعني ممكن يتوجه لك كلام يكون سيء او تفسر انت بطريقة سيئة حاول انه برضو تبعد عن افشاء الاسرار لانه هاي الوضعية بتضر فيك وممكن يعني تهمك بشكل كبير او ممكن انك تنهمك منها بشكل كبير فعشان يكبدك تكون حذر من هاي الامور اما بالنسبة للمستوى العاطفي فالزهرة قوية جدا بتعطيك نوع من انواع هيك التفاؤل او النجاح في بعض الخطوات يعني الاجواء دعم للك من الزهرة بشكل كبير على المستوى العاطفي اما بالنسبة لمستوى العمل الشمس بتعطيك ايجابية بتعطيك يعني رغبة بالاختلاط او الاحتكاك بالمجتمع او التغيير بشكل كبير ولكن بدك تنتبه من العدواني اللي ممكن تتصرب لك في بعض الاوقات المريخ لانه منتحس وبتراجع بزيد من عنفك وبرضه شوي هيك ممكن تصرفاتك شوي تكون فيها هيك نوع من انواع الاشياء اللي فيها اخطاء احاول انك تنتبه وخصوصا برضو مع الحبيب يعني هاي الفترة برضو هذا بيتك الخامس فهذا بسبب مشاكل ما بينك وبين الاحبة لهم ابناء والدين الحبيب نفسه فعشان هيك بدك تكون حذر برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجيات ثمينة وزي ما حكينا خلو مسار وهذا الوضع صعب فعشان هيك منحذر من هاي النقطة ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي اهم اهم انك ما تتسرع بتوظيف الاموال حاول ان تدقق بالتفاصيل ممكن اليوم تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اشي انك تتفعل على المستوى الفكري عطارد شوي هيك بعمل اشياء غير مناسبة على مستوى العلاقات والصداقات يعني بيسوي الاجواء عندك مشحونة او بيسبب لك نوع من انواع الارباك اما بزيارات او هيك بيكون في لمة او انزعاج من بعض الاشخاص اما بالنسبة للمستوى العاطفي فالزهرة طبعا سعيدة فهاي الفترة بتعطي هيك انه بتنال او تقدير الاخرين واستحسانهم هاي فترة مناسبة للتنقلات برضو مناسبة للاتصالات البعيدة او حتى للسفر بتساعدك بشكل كبير اما على المستوى العملي فطبعا الشمس هنا يعني بتعطيك هيك قدرة على المنافسة وخصوصا في المكان العملي تبعك او في مكان المهنة وبرضو هاي مناسبة جدا على مستوى العلاقات الاجتماعية واللقاءات او حتى لفرض حالك على اللي حواليك او حتى استخدام محيطك بينهم يساعدوك في بعض الامور ولكن المريخ شوية هيك بيعمل نوع من انواع النزاعات العائلية اللي بيجعل شوية الحياة في المنزل فيها نوع من انواع الصعوبة او بتخليك تتهرب من بعض الالتزامات العائلية فعشان هيك بدك تكون حذر وحاول انك ما تدخل باي خلاف حاد ما بينك وبين افراد العائلة او في البيت او ممكن اعطاء المنزلية يعني شوي هي لتستفزك برج الدلو طبعا اليوم تبدأوا فترة كمان افضل من يوم امس بتعدلكم نشاطكم المفقود اكثر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل نوع من انواع من الانفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك ممكن تحقق نجاح باهر بالفترة هاي ولكن على المستوى الفكري عطارد شوي بخليك تهمل بعض المشاريع او بعض الاعمال اللي للك او بعض الافكار اللي بتكون ناوي عليها بتهملها او بتتردد فيها ممكن برضو تدخلك بمواقف يكون فيها نوع من انواع الشبهة حاول انك ما تشوه سمعتك حاول انك ما تخالف القوانين وحاول انك تتحلى بالصبر برضو اما على المستوى العاطفي فالزهرة هنا سعيدة وقوية جدا هاي بتعطيك نوع من انواع القدرة على الاستثمار او لعدك على انك تستفيد من الزوج او الزوجة او مؤهبات او مساعدات الفترة هاي برضو بتمنحك قدرة عالية جدا على الحصول على نوع من انواع الدعم اما على المستوى العملي فطبعا الشمس هنا بتعطيك نوع من انواع الاستقرار وقدرة على التواصل مع المحيط واقناعهم برضو ممكن تسهل عليك القدرة لبلوغ اهدافك اما بالنسبة للمريخ فطبعا هنا بدك تنتبه من عدوانيتك اللي ممكن تثير بعض الخلافات وسوء التفاهم لانه برضو ممكن تحلل اي امور بطريقة عكس الواقع تبعها او تفهمها بطريقة غلط بدك تحذر اثناء تنقلاتك اليومية اثناء قيادتك للسيارة او اثناء برج الحوت طبعا لليوم الثاني التعب بسيطر عليكم بسبب انه القمر موجود في بيت المتاعب طبعا اليوم في ساعات المساء المتأخر القمر بنتقل عندكم يعني بتحس بالتحسن كل ما اقتربنا لساعات متأخرة من الليل بصير معنوياتك احسن وهذا ولكن طيلة النهار يعني من الان وطيلة النهار بدك تحذر حاول تنظيم امورك والمحافظة على صبرك المعهود اثناء تصريف امورك والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس حاذر من البدء باي شيء جديد خلال هذا النهار وما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل حاول انك تنظم امورك وضاعف مجهوداتك على المستوى الفكري طبعا كمان عطارد بحذرك من بعض الوعود او وعود الاخرين لانه بالفترة هاي قل ما منهم انه يوفي بوعده اما بالنسبة للمستوى العاطفي الزهرة بتدعمك بشكل قوي جدا فعشان بتعطيك نوع من انواع السعادة في مكانك او السعادة الزوجية او السعادة حتى بالتعامل مع الازواج او تطوير علاقة الى ترتقي لمرتبة الارتباط او الشراكة او الزواج على المستوى العاطفي وبتقدر برضو تستغلها لنوع من انواع المصالحات وتصفية الخلافات بديا اما بالنسبة للمستوى العملي فطبعا الشمس بتعطيك نوع من انواع الطبوح المبالغ في طموح لكثير الفترة هاي برضو بتفتح لك بعض الابواب اللي الها علاقة بالسفر الها علاقة بالتنقلات الها علاقة بالاتصالات البعيدة والعلاقات مع جانب او اشخاص خارج البلاد بشكل قوي جدا وبتنشط بامور الها علاقة اما بالمشتريات الخارجية او حتى بدل يعني دورات دراسية وتعليم وامتحنات جامعية وشغلات زيك هاي كلها بتكون ممتازلة اليك ولكن بدك تحذر من المريخ طبعا لانه شوي هو منتحس وبتراجع فهذا بيعمل نوع من انواع النزاعات او الخلافات مع الرفقاء في العمل وبرضو على المستوى المالي بدك تحذر من التبذير قدر الامكان لانه الفترة هاي يعني بتفتح المجال اليك لنوع من انواع الاسراف عشان انتبه ما في داعي للاسراف بالفترة هاي بدها شوي تمسك ايد طبعا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء